السلام عليكم ورحمة الله. طلبة أعزاء في كورية علوم جامعة بغداد عام السابق نزلت برنامج كالكوريتر مكتوب بلغة بايثن والحمد لله قمت بتطويره راح نشوف التحديلات سويتها علي هذا البرنامج ممكن أن نلاحظ الاصدار هذا هو بايثن الاصدار الثالث فاصلة أربعة فاصلة ثلاثة ننفذ البرنامج نلاحظ أنني كاتب معادلة افتراضية مستعمل بها لغارتهم ومفكوك العدد وعملية الضرب ومحاولها إلى X وأيضا الرفع والexponential والنسبة الثابتة واللغارت من الطبيعي والتاني مفيرس وهنا أيضا 2 في 10 قوة مثلا سالب 2 أيضا أغير بالرقام راح نشوف تعديل المباشر ونتائج أكيد هذه صحيحة إذا أردتها بالكالكوليتر نتائج كلها مضغوطة حتى اللغارتهم نستطيع لغارتهم طبيعي نستطيع أن نرى باقي العمليات البرنامج الذي كتبناه في العام الماضي كان مفكوك عدد 5 نستطيع أن ننصر تطرح لها من 20 أو تطرح لها من 20 نستطيع أن نرى القوة ثمين ثم قوس ثم خمسة فكتوريا نقصاً نقصاً 200 مرفوع قوة ثم نستطيع أن نضربها في ثلاثة ثلاثة ونضع رمز الفكتوريال وركوب العدد ثلاثة وستة فصار ستين ألف أيضا بالإمكان نأخذ الرقم كله ونقسمه على ستة ونقوم بإمكانه لغارتن تطلع أربعة مائة وعشر تالاف أربعة مراتب أكيد لغارتن الحشرة وثمانية وثمانية نقسمها على ثمانية وواحد أيضا عندي بالإمكان أن أقوم نقوم بعمل المفكوك العدد مثل ما كنا نفعل الآن الماضي لكن الرقام اللي صارت إمكانية أن أكتبها صارت أكثر أوضح نقوم بعمل المفكوك العدد وأيضا نقوم بعمل المفكوك العدد نقوم بعمل 5.3 مرفع قوة 300 أيضا نقوم بعمل المفكوك العدد المفكوك العدد المفكوك العدد أيضا المفكوك العدد نقوم بعمل المعادرة بسيطة لحساب ساين الثلاثين أكيد هذا هو بالراتيان حتى نحاوله إلى نظام العشرين يجب أن نضربها في نسبة ثابتة مقسوم المتحض الناتج يحتاجها تقريب لذلك سأكتب رائد هذا الرقم هو مقرب ولامرتبة فارزة نضيف فارزة واحد فأكيد هو 30 نستعمل الثلاثين 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 هذا بالراتيان نحن نحاوله فنضربها في pi على 180 هذا أيضا يحتاج إلى تقريب من ذلك سأستعمل round كما تلاحظون جيب 45 هو 1 أيضا يمكن أن نستعمل العكس هذا كله تقريب 10 1 الواحد نضربها في 180 حتى حوله على pi هذا الواحد يمكن أن يكون بمواعدة سابقة بمواعدة سابقة حساب ضل 45 وهذا يطلع 45 أيضا لدينا إمكانية أن نكتب معادلات بسيطة أخرى مثلا 6 فيكتوريوم إذا جمعناها مع الرقم 13 ورفعناها إلى 50 سيكون هذا الناتج و إذا قسمنا 50 مثلا على 2 100 سيكون هذا الناتج على 3 هذا الناتج على 10 سيكون هذا الناتج هذا الكركوليتر إذا إمكانية أن يدخل أرقام وتأخذ سعة الأرقام تصغر كل ما أكتب أكثر وتتحول مرفوع القوة أتمنى أنه استفادته من هذا الشيء يعني كل المبرمج كخطوة أولى يفترض بأن يعرف على الأقل أن يبرمج كالكوليتر تحياتي لجميع المتابعين وإلى اللقاء ببرامج أخرى مع السلامة